وكان الملك المجنون لودفيك يدعو ضيوفه الى قلعة لندرهو ليقعوا ضحايا في اشراكه جميل ولذلك كانوا يسمونه الملك المجنون وليس ملك فافاريا المحبوب ها تراجعوا هذا يكفي هل يحتمل ان تكون انزل لودفيك المفقود انا وافق بانه مفخخ لذا لا تلمسو شيئا هيا 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 يهو مناسي يهو مناسي يهو مناسي يهو مناسي التزلج على الثلج افضل من هذا اتبعوه يهو مناسي ما الامر يا عمي تغال وعانق عمك انت لم تصنع القهوة هذا الصباح وهي ما يبقي عمك حيا هل تريد موت عمك لا اذا اصنع القهوة حاضر شيء اخر تلقيت مكالمة من الجامعة يريدنا منك ترجمة شهادتك حاضر شيء اخر شيء اخر هذه جيد ابنة اختك وستقيم معك مدة عام حاضر هل لدي ابنة اخت انها ابنة ابن عمك وهي غير مجدة في مدرستها وابن عمك يعتقد انها ستكون افضل حالا هنا معك ولكن لم يسألني احد لم يريد ازعاجك والان تعرف بينما اقوم بعملي ولكني لا اعرف شيء عن الاطفال مرحبا انا جاكي لا تفهمين مرحبا حقا هل اشتروا شيئا لا انت بائع فاشل انتبه الى الفتاة وخبئ الترس واين ساخفي ترسا كبيرا اين وضعته اشتروا شيئا توجهون توجهون انت وقت اللعب هيا اذهبوا بسرعة اذهبوا يا الهي لنهرب ولما فعلت ذلك جاكي ضمنت اننا صديقان نحن كذلك لكن هذا المكان يجب ان يبقى سرنا ارى ان هذه قمامة مميزة جدا جدا جاكي ربما اراك بعد ست سنوات اخرى سوف اطلب سيارة اجرى لا تفعل اربعون ثانية اخذر الوضح يستاد سوء ثلاثون ثانية القرن يحتوي على معلومات عن طالب الذهب سيتهي كل شيء اذا عزروا عليه اجرون ثانية اطلق يجب ان لوقف القمر الصناعي باي طريقة يجب ان تجد انثال مفقوط اهدى عشرة ثانية الكابتن في خطر استعدوا الصدمة القادمة مستحيل كله اصطورة الثهب كل ليلة في رمضان تسعة توقيت السعودية على الام بي سي ثري حاولت تحذيرك كيف وصلت الى هنا عبر السلالم اتبعني شاكري اهلا بك في القسم الثلاثة عشر ظننتك تعمل مع الشرطة كنت منذ ان عرفتني ارعى هذه الوكالة سرا هل انت جاسوس وهؤلاء نحن شرطة خاصة نطبق القانون وما الذي تريده مني علمنا انك حصلت على تحفة اثرية من بافاريا كيف عرف الجميع بالامر الجميع اجل فانت ثاني رجلا يسألني عن الترسي هذا اليوم هذا ما خشيته ما القصة ترتبط بعلاقات مع كل نشاط اجراميا يحدث وزعيمها هو هذا الرجل فالمون اتقصد ان رجلا واحدا اوقفكم اجل ولكن عالم اثار واحد تفوق على ثلاثة من رجالي المسلحين باحدث الاسلحة هل ذكرنا انه استخدم ماسحات الزجاج تهروا اهلا تهروا اهلا تهروا لا نستطيع التنفذ يكفي اهلا تهروا اهلا تهروا بل ستساعدنا لنبقى متقدمين على فالمون سأفكر في الان من هذي لا اعرفها اهلا تهروا سأخرجكم من هنا ماذا قلت احذري اهلا تهروا جاكي كم اسمان ترا ماذا اسمان اهه دركاني اهه كيف دخلت الى هنا اهه السلالم من اين اتيت بالدراجة كان يمكن ان تتعرض اهه اخذتها خلصة من مرآبهم عرفت اننا سنحتاجها للهروب انا نرحل الان هه جيد دعيني اعرفك على اصدقائي افقدك اصدقاؤك الوعي واخذوك الى قاعدة سرية تحت الارض اه اجل اصدقاؤك رائعون جدا اخبروني كيف اخترقت طفلة نظامنا الامني ليست طفلة اننا ابنت اخته لم اكن اعلم ان لك ابنت اخت وانا ايضا جيد دعا كم من هذا هل لم اكن شجاعة بلى لكنك تحتاجين الى الحكمة لتقدير حجم الخطر فالشجاعة بلا حكمة حماقة هل هذا مفهوم اه لابد ان سماعي ضعيف نعم جاكي عمي اين انت لا استطيع اخبارك جاكي شيء اخر هل رأيت جيد نعم انها معي ارأيت عرفت انك ما ستنسجيمان هناك شيء اخر امي 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 حتى الان عمك بخير يا جان ولكن اذا لم احصل على الترس خلال ساعة اجل افهم ذلك ساحضره لك ولن اخبر احدا صديقي ارجوك انتبه لابنتي اختي الى اين ارجوك لا تسألني حسن اياتها الفتاة ترى اين خبأ عمي الترس مرحبا ولكن كيف السلالم اذا صعدي السلالم الى غرفتك ده لي اساعد عمك هو عمي ايضا كما اظن حسن اين الترس هذا هو اجل لابد انني ملت الحكمة التي تحدثت عنها شكرا لك ولانا الى غرفتك العم موجود هناك وكيف عرفتي انا اعرف اذا لماذا لا تعرفين معنى اذهبي الى غرفتك ابقي هنا والا اعدتك الى هونج كونج يا جيد واعدك الشافة فقد خدعت اراهن على اني اسرع منك في الجري